إن هذا الأهل بمئة ألف مما تعدون ده الفوتو سيشن بتاع الفرقه النهاردة في لجنة من الاتحاد الأفريقي ظهرت مقر البعثة وعملت تصوير شخصي لكل اللعبة والجهاز طبعا عاملين ده يا جماعة مع الأهل ومع الوداد لأن هم بيتعاملوا في الميديا بتاعة الكاف مع الطرفين هو هيستخدم تسويقيا بالضبط هيستخدم تسويقيا حيستخدم تسويقيا الفرقين طيب هاخدكوا برضو الحاجة مع اللعبة اللعبة هي في الفوتو سيشن ده جات لهم نتيجة قيمة المنتخب في نفس التوقيت فجأة كله على الموبايلات اختيارات قيمة المنتخب وكانت المفاجأ 11 من الأهلي اختارهم الكابتن يهاب جلال 11 من ال44 ما هو لما يكون فيه 44 طبيعي جدا ده رقم 11 ده عاد جدا من نزل فرق بتاع بنهاية أفريقيا يا سبري اه انا بقع بنهاية دورة أفريقيا طيب انا بس بقول لحضراتكم اسماء اللعبة اللي تم اختيارها ده الفوتو سيشن بتاع الفرق في الدر البيضة النهاردة لكنهم بيتصوروا جات لهم نتيجة السنوية العامة التنسيق بتاع الكابتن يهاب جلال كل الفرق موجودة تقريبا فاختار لحراسة المرمى محمد الشناوي الأهلي ومحمد صبحي فاركو ومحمد أبو جبل الزمالك ومحمود جاد إنبي في الدفاع خد دفاع الأهلي بالكامل خد محمد هاني وخد ياسر إبراهيم وخد محمد عبد منعي كان ناس علي معلوم كان ناس علي معلوم وخد أيمن أشرف كمان خد عمر كمال عبدالواحد في يوتشر عمر جابر بيرامد أحمد حجازي اتحاد جدة محمود علاء الزمالك علي جابر بيرامد الوينش الزمالك محمود مارعي في يوتشر مصطفى الزناري طلع الجيش ياسر إبراهيم قلتلكه أحمد فتوح الزمالك ومحمد حمدي بيرامد خد في نص الملعب فندرس بتوع الأهلي حمدي فتحي وعمر السلية وخد كمان إمام عشور من الزمالك وأحمد حمدي من تريالي الكندي وخلد الغندور من الاتحاد السكندري وخد حسين الشحات وخد النن من الأرسنل ونبيل عواد دونج